السيد رئيس الجمهورية السيدات والسادة رؤساء وأعضاء جميع الهيئات العليا في الأمة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بناء على إعلان المحكمة الدستورية وراح يجيب في بناء على كذا وبناء على كذا وبناء على كذا بشي كلهم بعد أحلف هنا يبدأ يحلف تبون خلينا نشوفه من هنا مداء اليمين المصوص عليها في المادة تسعين من الدستور بسم الله الرحمن الرحيم وفاء للتضحيات الكبرى وراح أيضا يقوله في القسم اللي فيه تسعين كلمة طبعا تبون كان يضع يده على المصحف المطهر المصحف الشريف نتمنى أن لا يكون قد ذهب هذه المرة أيضا كما ذهب المرة الماضية في العودة الأولى واللي أقسموا لي من واحد أقسم لي كان حاضر هناك أنه كان رائحته لا تستطيع أن تشمه من رائحة الخمر وكانت كارثة يعني يبدو أنه سيحلف في يوم ويكون بذلك الشكل لكن أخطأ الطاكب اللي تابع منكم هذا القسم شفوه أنه كان يعيد الكلمات فقط ويخطئ فيها يخطئ فيها ويبدو أن هذا طبيعته يبدو أنه مش عارك ما يقدرش يركز أو لا أعرف لكنه أخطأ خلنا نشوفه إلا نسمع له كل مولم اللي أخطأ فيهم وأحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على الممتلكات والمال العام وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للحريات للمواطن وأعمل بدون هوادسي جاتوا طويلة هذه الكلمة فكانوا فيها 6 كلمات فغلط والحقيقة غلط ثلاث مرات ولا أربع مرات هذه يتبون يعني ما عندك ما عندك هذا ما هذا ما حلبتك ما يقول مثل شعبي ما كانش لكن مش هذا هو اللي رح نخفو عنده مش هذا اللي حهم نعم رح نخفو عنده عند بعض ما خطب بعض ما قال منهى هذا الموضوع مثلا 9000 مشروع استثماري وموجود حاليا ويعوني الله إن شاء الله سنصل إلى 20,000 مشروع استثماري خلال هذه الأهدى هذه أنتو كلكم تعرفوا تعرفوا اللي بالأخص الناس اللي مطالعين على الاقتصاد أنا في وقت الراحل زعيم بومدين رحمه الله كانت نسبة صناعة في الدخل القومي الخام تساوي ما يقارر 18-17 فرميا ثم بعد النكبات اللي مرت بها البلاد وانهياء البنية الاقتصادية على البلاد والدخول تحت رحمة صندوق المغة الدولة في وقتين وتسعين قهقرنا وصلنا إلى ما يقارب 3.5% مشاركة صناعة في القومي يعني صحراء صناعية قادش اندز اي تيفيكاسيون اندوسرييل انا انتزم اليوم وصلنا هذه الاستثمارات الى ما يقارب 5.100 مشاركة يصفقوا عليه وقال حاجة قال كان في وقت زعيم بومدين كما اطلق عليه قال كانت نسبة 18-19% نسبة مشاركة الصناعة في الاقتصاد الوطني وبعد 92 مع الافامي ولات الى 3% والان نوصلنا الى 5% وهذا اعتراف خطير يعني في 30 سنة بما فيها الخمسة السنين متاعوا هو زادوا فقط 2% الحقيقة ما قال ناشا لاش راحوا الافامي في 92 واحد من الاسباب واحد من الاسباب لا اقول كلها هو السبب السياسي هو الانقلاب يعني قبل ذلك كانوا رفضين يروحوا الافامي لكن عندما قام الانقلاب ولو يحتاجوا الى المال ويحتاجوا الى الدعم الفرنسي الفرنسيس دعمهم قال نعطوكم المال بسح موش من عندنا نجيبوه لكم الافامي جيبوه لكم من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي راح يفرض الشروط ودمر الصناعة وطبعا البارونات كانت جاتهم ويحيا وصحابه توفيق وصحابه نزار وصحابه واخرين جاتهم فرصة باش ياخذوا المصانع بالدينار رمزي ويددوا الاراضي والمصانع بالدينار رمزي ويددوا القروض من البنوك وحداد وتحكود وكل القائمة تعرفوها الآن هي يقول لك لانا 5% في الاقتصاد ها هو كارثة هذي لكن قبلها قال لك رعا لنا 9000 مشروع استثمارات ورح نوصله الى 20,000 بس خراري يعني في الخمس سنين نزيد 11,000 مشروع استثماري لا شيء حتى لا شيء لانا ما معنى مشروع استثماري تقدر يعني واحد يروح بها 50,000 اورو يدير مشروع استثماري اذا قضية المشروع الاستثماري هنا ما هو كيف تحدد كيف تعرف المشروع الاستثماري اذا كان اي مشروع استثماري فانا تقدر دير 11,000 طبيعي وما يكلفوش اكثر من نصف مليار دولار او مليار دولار ايه نقول ومليار دولار لكن المشاريع الاستثمارية الحقيقية هي المشاريع الضخمة اما المشاريع الصغيرة فالجزائريين اللي كان جيتوا فاتحين البلاد ودير فيها قوانين الجزائريين اللي في الخارج رغم كتر من 7 ملايين لو يدخل منهم فقط 100,000 كل واحد يدير مشروع استثماري ما نديروش حتى عشنا نديرو 100,000 وهذا ممكن ممكن طبيعة الحال واحد ونصف بالمئة من الجزائريين اللي في الخارج يدخلوا يديرو مشاريع تجارية انا استطيع ان اؤكد يعني من معرفتي بالناس ان اقل شيء 10% من الجزائريين مستعدين يدخلوا مشاريع استثمارية لكن طبعا كله تلاعب لانه ايضا في هذا الحديث يتحدث مثلا على هذا النقطة يتحدث على انشاء 450,000 منصب عمل وهذا ايدانة وايهانة وما زال يكرر فيها يخص تشغيل خلق مناصب شغل قد التزمت وألتزم أمامكم أن في العهد هذه بمساعدتكم وبعون الله ان شاء الله سأصل إلى انشاء 450,000 منصب شغل شبابين ويصفقوا عليه يعني 90,000 في العام بينما يدخل إلى السوق العمل في الجزائر يعني اللي يوصلوا سن 18 سنة أكثر من 500,000 سنوية يعني كي تنتج نفترض انك الوعد انتعك تحقق وهو 90,000 معنى 400,000 من اللي فقط دخله جدد أكثر من 400,000 بلا عمل إذا عدنا إلى أن هناك ملايين الجزائريين بعض الحصائيات تضحهم في حدود 10 مليون اللي راهم بطالين ولا عندهم عمال هشة نهار يخدم ونهار ما يخدمش إلى آخره ملاهدك تحتاج إلى قرون باش تخدمهم لأنك أصلا راح يكون عندك ما يعرف ديفيسيت يعني راح يكون عندك انت تحتاج 500,000 في السنة راح تقول ندير 90,000 أقل من 20% مما يحتاجوا السوق فكوارث كوارث منش عارف لا عارف شها يقول مش عارف وش را يقول مع أنه يقال أنه خريج المدرسة الوطنة الإدارة بالضبط في الاقتصاد والمالية المفروض أنه يعرف شوية مالية ويعرف شوية اقتصاد لكن هذا هو التبون لكن طبعا ما زال أيضا شوف اسمع هذا الكلام قبل أن ننجو الزمك والفوسفات والحديد وإذكر ثلاث مناطق غرج بلاد بجايا ومنطقات تبسا مرة أخرى نروحوا نحفره يعني مرة أخرى نروحوا إلى ما هو موجود تحت الأرض يعني ما كفاش أنه اقتصاد كله مبني على البترول والغاز نزيد نروحوا للمعادن ويصبح الاقتصاد ريعي يستند إلى ريع الأرض إلى ما وضع الله في هذه الأرض تحت هذه الأرض بينما الأصل في الأشياء الناس بالعكس الناس رهي تبعد على بعض المشاريع لأنها أولا مضرة للبيئة انتاج الحديد مهم لكن مضر للبيئة عنده أضرار هائلة نفس الشيء بالنسبة للفوسفات نفس الشيء بالنسبة للزنك عندهم أضرار هائلة للبيئة يعني الناس اللي ينتجوا عندهم الآن خاصة في إذا كانت غير جبيلات آلة شوية بعيدة وفي الصحراء وبعيدة ومن كاش سكان كثير لكن في بجاية وفي تبسة هذه كوارث هذه كوارث على سكان المنطقة اللي أصلا فيها كوارث بيئية زيد ديرهم مصانع ضخمة أنتاع إنتاج الزنك ونتاع الفوسفات والحديد إلى آخره إلى آخره ومرة أخرى تخلي الاقتصاد يعتمد على ماطن الأرض وليس على عقل الإنسان اقتصاد ريعي بدل أن يكون اقتصاد إبداعي بدل أن يكون اقتصاد تكنولوجي يعني الفيسبوك أو جوجل أو أبل كاش ما عندهم بيترول ولا غاز ولا حديد ولا فوسفات ولا زنك ولا ذهب ولا فضة نعم هذا إنتاج إنتاج رقمي إنتاج إبداعي إنتاج إنساني إنتاج فكري إنتاج عقلي قيمة اليوم هذه الشركات التي ذكرتهم درك كل واحدة منهم تساوي اقتصاد الجزائر على الأقل لعشر سنوات الجزائر ككل كل ما تنتجه الجزائر هو قيمة أبل عشر سنين والجزائر تنتج كل شي باش توصل تقدر تشري أبل شركة أبل أو ما يقارب عشر سنين أو شركة جوبل أو هالشركات لم يكونوا موجودين قبل 30 سنة 40 سنة ما كانوش متواجدين أو كانوا في حدود ضيقة جدا حتى هذه أبل كانت خلاص كانت رايحة تخسر خلاص كانت رايحة تغلق كانت مجي غير بالخسارة يعني مش قادرين يفهموا أن القضية ما هيش رايح نعم قد تحتاج إلى نوع من المعادن أو البترول أو الغاز للضرورات القصوى لإنتاجك انت باش ما تستورج لكن في الأصل ما تروحش تخرج الأشياء فقط لتحت لارد والأجياء الجاية واشي يوصلها ثم هذا الاقتصاد الريعي دمر العقلية الجزائرية العقلية الجزائرية انتعى المسؤول وانتعى المواطن كله مستند على ما يخرج من باطن الأرض 98% من مداخل الجزائر الحقيقية هي من ما يدخل من تحت الأرض وحتى الآن لما بدأوا شوية في الإسمنت والحديد اللي هي صناعات مدمرة للبيئة ورأي تنتج فيها الشركات التركية والشركات القطرية ومرات يتعاملوا والصينية إلى آخر ويتعاملوا مع الجزائرين مرات كالعبيد ليس بهذا العقلية اللي يروحوا بعيد بالبلاد وما زال يتحدث السكك الحديدية وعلى قطار ثمن رست ليس قطار ثمن رست هذا كان في العهدة الأولى شفنا قطارات أخرى تتعطل شفنا قطار بشار تعطل شفنا قطار باتنا تعطل شفنا الناس يتراماوا في الشارع ليلة كاملة كما حدث في باتنا القطار اللي كان من باتنا رايح منش عارف وين وما تروحوا لهمش شفنا قطار بشار جاء شوية ما رفد السكك الحديدية لأنه ديرنا في بطن الواد وآخرها إلى آخر هذا كله عبث هذا كله عبث ودليل دليل على أن على أن هذا عبث تعرفوا أنه السوق السوق في الجزائر نحن ما عندناش بورصة كان عندنا بورصة البورصة المالية كان بورصة لكن بورصة بيروقراطية ما يسمع بيحتوح في الجزائر لكن كان عندنا سوق العملة سكوار كما تسمى سوق العملة شوف الأرقام وهذه أرقام هما في شهر جويلية كان لورو يساوي يساوي 24 و 100 24 و 100 24 و 150 هذا في في شهر جويلية في نهاية شهر جويلية كان يدير 24 و 100 يعني 100 أورو بزوج ملايين و 410 ألف أو بزوج ملايين و 420 ألف بعدين ارتفع شوية ولا يدير زوج ملايين و 425 هذه في نهاية أود زوج ملايين و 425 مرات يوصل زوج ملايين و 430 في 8 سبتمبر زاد ارتفع لكن من بعد أرتفع شوية بعد 8 سبتمبر بعد الانتخابات الكارثية الفضيحة ولا يدير 24 و 450 يعني 100 أورو بزوج ملايين و 445 زوج ملايين و 445 هذه في 8 سبتمبر لما جاءت الكارثة الأخرى اللي هما تلاعبوا في انتخابات أكثر طبعاً هذا التعال أورو ليس شرط فقط الانتخابات لكن الانتخابات الجو السياسي هو أحد العوامل كان عوامل أخرى لكن أحد العوامل هو الجو السياسي ما سيقوم الآن اليوم في 18 سبتمبر يتباع أورو و سيتباع بزوج ملايين و 470 إلى زوج ملايين و 480 يعني يعني لا يستبعد أنه مع نهاية سبتمبر نولو في زوج ملايين و 500 كيف يرتفع لورو في السكوار وهذه هي البورسة الحقيقية ليس على البنك دعونا نسمع هو أقبل و شي يقول عن العملة نسمعوه شي يقول عن العملة وبعد نعلق واش معناها كيف ترتفع العملة يعني ماذا يحدث أسمعوه شي يقول قيمة الدينار وطلعوها راح بدأ بدأ الدينار يطلع ولكن في العهد الجاي إن شاء الله الدينار واللي يسوع في العهد الجاي إن شاء الله هذا كلام قالوا قبل أسبوعين ولا ثلاثة كيف في ما يسمى الحملة الانتخابية قالك الدينار يقول يسوع اللي يوقع هو العكس تماماً هو أن هناك انهيار للدينار نسبياً يعني كيف يقول انهيار مقابل الأورو انتقل في نهاية جويلية حتى بداية أوت من 24 ومئة دينار للمئة أورو 24 ألف ومئة دينار 24 ألف ومئة دينار للمئة أورو شوف شوف الدينار هذا اللي ما عنده حتى قيمة إلى 24 ألف وميتين إلى 24 ألف وثلاثمية إلى 24 ألف وربعمية اليوم راحو 24 ألف وسبعمية بعد عشر أيام من مهزلة الانتخابات عكس تماماً ما توقع هو ولماذا؟ لأن العملة والدينار هذون يشوفوا الأوضاع كأن مجموعة عوامل تساهم في خفض العملة أو ارتفاح عوامل اقتصادية عوامل سياسية عوامل نفسية مرات العوامل النفسية قد تكون أخطر الشعور لدى الجزائريين أن الأسعار ترتفع مش شعور واقع يعيشوه وأن التضخم يزيد أن الأوضاع السياسية مضطربة أن هيئتين دستوريتين واحدة تسمى اللجنة الاقتصاد اللجنة المستقلة انتخابات مد نتائج جي وراها هيئة دستورية أخرى مش مخولة باش تعطي باش تدخل في التفاصيل تعطي نتائج مختلفة تماماً والفرق بملايين الأصوات ملايين الأصوات والأرنبين هذات ضربوها لهم في خمسة ضربوهم الرقم اللي جابوه في خمس مرات خي واحد يشوف أي تلميذ أي إنسان أي عاقل أي نص اللي عنده نص عقل في الداخل في الخارج يقول لك ما هذا العبث في هذا البلاد؟ ما هذا العبث؟ انتخابات وحدكم وانتم مزورينها ومعرفتش تزوروها ما هذا العبث؟ فترجمت في قضية ضعف الديناء ما نقول لش نهار ضعف نخفض كلما كان هناك شعور لأن نظام الحكم هذا ما هي يعني تبون وطريقة إخراج الانتخابات وكلها توحي للجزائريين باللي هذا ما يديناش بعيد هذا النظام الحكم جماعة الحاكم هذي مش حدنا بعيد معناها راح ينخفض الديناء السعر الحقيقي هو سعر السوق السوداء مش سعر البنك سعر البنك هما يكتبوه يقولوش حال نقص ولا زيد بيدو بينما سعر السوق هو الصح والأمر الآخر أن النسبة ما هيش بسيطة يعني 600 دينار زاد من 2410-2415 إلى 2700-2800 والآن لا يستبعد أن خلال نهاية الشهر يقولي يقولي 25 وقولي مئة أوروبا 2500 دينار مئتين وخمسين ألف عف أفهم زج ملايين وخمسمائة ألف زج ملايين وخمسمائة ألف لي مئة أوروبا بالسنتيم و 22500 دينار بالدينار دينار ضعيف جداً ليس ضعيف فقط في المقابل في الباليو لكن ضعيف أنه كل مرة ينخفض أكثر شوف يحكى أنه جايبين قصتها واحد قالك أنه جزائري جاء قبل في 2012 جاب معها مليون أوروبا لكي يستثمرها في الجزائر وأن هذا الإنسان سماعوا أن الجزائر الأمور تتطور وستثمروا أموالكم إلى آخره دمعها مليون أوروبا آنذاك كان الأوروب يدير 12 يعني مئة أوروبا بـ 12000 دينار مليون أوروبا جاب له 12 مليار سنتيم دار به مصانع ودار به خدامين وقاعد يشتغل وينضمن خمسة تاعة الصباح ويكمل 12 تاعة الليل والعائلة تساعد والأصحاب يساعدوا والتجارة نجحت ومشات إلى آخره إلى آخره ففي 2023 بداية 2024 قال لك أنا خلاص ذكرني درت فيها أموال لباس بها وشاف واش عنده أموال لقا عنده 24 مليار قال لك هذاك هو 24 مليار وأنا دخلت بـ 12 مليار لا بس يعني فيها طبعا نحن رأينا نحكو في القصة هي على سبيل المثال مجاز أكثر منها على سبيل الحقيقة لكن هي واقع فراح يبدل في الـ 24 مليار جابت مليون أورو يعني بعد 12 سنة تعجهد المليون أورو اللي كان يساوي 12 في 2012 واللي يساوي 24 في 2024 24 مليار يعني 12 سنة تعجهد وتعب وشقاء باطل كان نحط هذه المليون أورو وحطهم في البنك في الـ 2012 في الـ 2024 يجي خارج يروح يلقى نفس المبلغ ما فيش ناس راح تجي تستثمر وانتا العملة تنهار أو تنقص لأنه راح يشوف أي واحد يجي يستثمر راح يشوف تاريخ الدينار ناس كثير ما يعرفوش باللي الدنار الجزائري كان في فترة معينة خمسة دينار تجيبلك دولار الآن 220 لو تروح للسكوار الآن 220 دينار كي تجيبلك دولار 20 و 25 سبعينات في الثمانينات كانت خمسة دينار تجيب لك الدولار و لما ولا في سوق السوداء ولت ولت الدولار الواحد بعشرة دينار اثنى عشر دينار تلتعشر دينار الان بمئتين و خمسة و عشرين لا نحكوش على الورو ما كانش ذاك الوقت كان الفرن باش ما كان لها نديروا الاخير نحكوه على الدولار فالناس لما تشوف بان الدولار بان العملة انتاعك راه يتنخفض فالعملة انتاعك مش كونفيرتيبل ما تتغيرش دينار الجزيري ما يمشي حتى ما كان الناس يروحوا للحج مرات يدي معاه مثلا كيلي يدي معهم دينار ماذا لي يدي معه زجملايا يروح ثم يعرضهم عليهم كان ما يعطونه حتى قيمت عشر دولار ولا عشرين دولار ايش شخصية صراط لي يعني احنا الحج تلاتة و تسعين الوالدة كانت رافدة معها دينار كانت تضم بلي تقدروا مبدلوه او مبدلو جزء منه فقال الكمية اللي كانت رافدتها ما جابت الناش قيمت خمسة بالمئة مش عارف كم كان المبلغ عنها ذاك لكن لما حسبتها قيمت خمسة بالمئة راك عطيتنا مقابل خمسة بالمئة قالك لانا عملتكم ما تتبدلش محق قالك انا نحطها هنا ما نش عارف اللي يجي واحد يطلبها ولا ما يطلبهاش العملة هذا واحد من الاشكالات الكبرى الشركات الحقيقية والاستثمارات الحقيقية لما يشوفوا باللي العملة محلية مشكلة لانه يستثمر يستثمر وممكن العملة المحلية يخدم بالعملة المحلية كي يجي باش يبدلها كما صحبنا هذا اللي دخل مليون اورو في 2012 كي جاي يخرج 24 مليار بشرته المليون اورو اللي يجد خلبيه 12 سنة راح تباء في العمل التالي هناك مشاكل حقيقية للاقتصال جماعة تبون ومن معهم وشو ما اللي يقدروا يحلوها اصلا مش فاهمين قضايا كثيرة مش فاهمينها كي تشوفوا يتحدث برك تعرف اللي مش فاهم قضايا كثيرة تحدث على تسعين الف منصب عمل وانت تحتاج خمسمائة الف هاي واحد مراقب في الخارج يقول كيفا بح توفر أقل من 20% اللي احتياجات انتع الشباب وين يروح الشباب اللي يروح للادروغ اللي يروح للسرقة اللي يروح للحبس اللي يروح للهربة وين يروح مكانش عمل وخاصة انه مكانش تكوين الا قليلا والتكوين اللي موجود تافه سواء التكوين النظري او التكوين المهني او الجامعي او غيره الشاكل عميقة يتعرض للاقتصاد الجزائري اللي رأي مغطية لحواله هو البترول ولذلك هم رايحين يزيدوا للحديد والزنك يعني يروح فار الأرض ومشي البلاد حتى تنتهي الامكانيات الريع وانتهى الموضوع في موضوع آخر ربما تكلمت عليه خلنا نحاول نخصله على الأقل ما بقيه من الوقت طبعا لعلكم شفتم خليني يبارك نفوقوا تهززوج لأنها موضوع مهم قبل ما انتحدثوا عليهم شوف هذا وشي يقول سبع أشخاص قبل قليل بمستشفى بيتين دوف اثر تناولهم لدول بريقابالين ساروخ مسموم خاوتي وهناك معلومات مؤكدة عن انتشار نوعية مسمومة راه الدور خاوتي وتستهدف المدمينين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في أبناء المسلمين شوفوا اللي يرام يبيعوا في الدواء والله أي واحد مات راه في راكبتك أي واحد مات وصلوا على الميصاج أي واحد مات راه في راكبتك وانتو ما لراكم تتعطاوا في المخدرات يا خاوتي يا جماعة لا تلقوا بأنفسكم للتحلق ان شاء الله يوصل بميصان حسب بعض المتحدث إذن سبعة من ناس يعني شربوا مخدرات مضروبة يعني مخدرات تع السالوخ مضروبة مسمومة فماتوا سبعة في تندوف هذا يعني أن إذا ماتوا ناس في مدينة معينة معناها راه موجود في أماكن أخرى يعني فليحذر الناس على الأقل هذا اللي راه مصابين ومبتالين وأكثرهم شباب اللي يسمع هذا الخبر يخبرهم باللي راه كين هذه المخدرات المسمومة فانتبهوا على الأقل المجدودش يموتوا ناس والناس مساكن يموتوا وهذا اللي يموتوا بالطريقة هذه ومضحايا هم مجرمين وضحايا في نفس الوقت يعني مجرم أنه يصبح مدمن ويصبح إجرام في حق نفسه وفي حق أسرته وفي حق المجتمع في حق كل شيء ولكن ضحية في نفس الوقت يعني نظام حكم ضمر البلاد بكل ما تعنيه والناس لم تعود تجد شيء إلا الهروب إلى المسكيرات والمسكينات والمخدرات وهذا أشوف أيضا هو يتحدث على موضوع خطير عن هاب المكسينات سلام عليك ومكسي هاب المهر فترهما من سوشينا لكن لا أكد فترهما من السوشي الكمبين كان يقém капليل سوشينا فترهما من يقيم 5200 او مكسي ومكسي شمبرير كان يقم 80 عسو 60 عشو الغاء يقيم خمسمية وخمسي ومكسي وغي الشرطة اللي فيه فرنالي شوف ممال وما نحبسي وما نغطل أحد الأسباب عليش الناس يسرعوا الحوادث هذا واحد عنده ضامر يقول لي ما عنديش البنوات ما نقدرش نخدم لكن كاي الناس يمشوا ببنوات اللي هما بعد تسرى الحادثة لأنه البنو كان ميت أصلا وهذا يعطينا فكرة على قضية ارتفاع الأسعار قال لي كان مليون ومتين هيدير خمس ملايين الآن أو أكثر من خمس ملايين تضاعف ربع مرات يعني ألا لأنك ينطر فيك ما كانش الاستيراد أو الاستيراد تحت الهيمنة وتحت الاحتكار الأورو يرتفع إلى آخره إلى آخره